السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 3 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان حتى يوم الجمعة حتى تمام الساعة 11 و22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج القمر اليوم موجود في منزلة الزبانية طيلة اليوم من الآن موعد بث الحلقة وطيلة اليوم هو موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 22 و40 دقيقة من فجر يوم الخميس بتوقيت جرينيج القمر اليوم بما أنه موجود في برج الميزان معناته هذا اليوم هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيين من ميل للإسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هذا اليوم طبعا مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور منزل أو مكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتسببنا خصومات وخصوصا مع الجنس الآخر ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة بعد العصر فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان وممكن يكون فيه نوع من أنواع العمل الإنساني وبرضو بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا الكلا الحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا تأثيرات الكسوف ما زالت مستمرة فعشان هيك ما بنصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية لباقي أعضاء الجسم أما بالنسبة لعمليات التجميل فطبعا ما بنصح فيها برضو بالفترة هاي وخصوصا اللي بيكون فيها جراحة أو بيكون لها سايد إفكت ممكن أنه يعمل فشل وتشويه بالعملية التجميلية أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فلا تصلح بالليزر ولا تصلح بالطرق التقليدية إلا إذا كانت بالطريقة العامة اللي مائلها آثار جانبية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة ولكنه لا يصلح للصبغ وما زال لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ الساعة 10.40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة 11.22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد لحلال عمره يوم الآن الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم الثاني نسبة الإضاءة بتكون في نهاية اليوم 1% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 0% القمر في الميزان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 0% عطارد في الميزان حتى يوم 13 منتحس بنسبة 10% الآن ساعات المساء سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود مقابلك وأيضا تأثيرات الكسوف ما زالت موجودة إذن هذا اليوم ما بيشير لا تفاهم وهدوء وود ممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة فبدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر من القطيعة والدعاوى القانونية لأنها ما راح تكون لصالحك وبرضو لا تنسى أنه خصمك بهاي الفترة بيكون أقوى منك والعرقي اللي بتستفزك إذن ضبط الأعصاب مطلوب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا العمل بيتراكم لديكم لكن ممكن تجدوا بعض التعاون من الزملاء وبعضكم ممكن يدخل بمواجهات ومشاحنات مع الزملاء إذن ضبط الأعصاب مطلوب والحكمة مطلوبة مارسوا حاولوا هيك نوع من أنواع النشاط البدني عشان تقدروا أنه تتجاوزوا الضغوطات الموجودة ممكن اليوم تتزامن الواجبات أو تصعب أو ممكن تضطر للعمل وقت إضافي ولكن أهم إشي انتبه لصحتك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة طبعا هاي فترة إيجابية دعمل عليك ولكن حاول أنك ما تفرض رأيك على أحبائك وما تفتعل مشاكل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أن تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة يعني مش مناسبة للسفر ولا للإستثمار حاول أنك تأجلها شوي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم برضو بتكونوا حذرين أثناء تنقلاتكم رغم اليوم في نشاط عن مستوى الدراسة التنقلات والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا كثير على الحضود وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتكثر النشاطات اليوم عندك ولكن حاول قدر الإمكان أنك تكون منتبه لتحركاتك ولكلامك وممكن تكون لك بعض اللقاءات اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك ولكن بدون عصبية وما تتردد بالتحرك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي رغم أنه ما بيشوف الفرص كبيرة لهاي المكاسب أنه البعض ممكن يحصلوا عليها أو على هدية أو على جائزة وبس أهم شي إنك ما تبالغ بمصاريفك ابتعد عن المغامرات والمجازفات المالية قدر الإمكان كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم يعني هو أفضل من يوم أمس لأنه بتخفى الضغوط شوي ولكن برضو بتطلب منك الأمور إنه ما تتقلب من مزاجك كثير ثق بنفسك ممكن تنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم بتكون بتصاعد في تحسن على المستوى الصحي ولكن لا تترك النفسية هي اللي تسيطر عليك بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب من نسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتتراجع صحتكم اليوم برضو لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وأيضاً لا تنسى أن الكسوف كان موجود في بيت المتاعب وأثاره لسه موجودة خلال هذا اليوم فممكن تشعر بالتعب أو الملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وما توقعوا على عقد وما تبدأوا عملي جديد لأنها هذه فترة فارغة من الحضوظ كلياً حللوا الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات يعني بمعنى آخر اعمل بشكل روتيني وبهدوء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنشطه اجتماعياً اليوم ولكن بتكون ديروا بالكوا إنه ما تفرضوا سلطتكم على علاقاتكم أو معارفكم أو أصدقائكم رغم أنه ممكن يكون لك لقاءات مع بعض الأصدقاء أو نوع من أنواع التعاون ما بينكم وممكن أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن يعني بدك تبادر لملاقات الآخرين ولكن بدون فرض الرأي بيطمئن بالك لأنه ممكن تجر حليف يدعم تصوراتك وأهم شيء أنه ما تستسلم كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بظل هذا اليوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغب بإدخال تغيير على طبيعة عمله يعني ما بنصح فيها كثير حاول أنه يتخلي علاقاتك جيدة أيضاً مع المسؤولين لأنه ممكن يقدروا جهودك ولكن احذر المشاحنات والملاسنات أو المواجهات وحاول أنك ما تطلب طرقية أو ترفيع في هذا اليوم أجلها لك كمان أكمن يوم بيكون أفضل صحيح أنه اليوم رح تتسلط عليك الأضواء فعشان هيك لا تشوه سمعتك بتصرفاتك ممكن تقضع لعدة تجارب مهمة فأهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بتنشطوا اليوم بمسائل تتعلق بالتنقلات أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب ولكن بدون مشاكل ومشاحنات وحدية بالطبع بظل هذا اليوم يعني جيد لمقابلة أو اجتياز امتحان ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضوظ بعضكم ممكن يهتم بمواضيع الدراسة أو دراسة جامعية أو دورات تعليمية يعني يأخذ فكرة ولكن يأجل القرار لا يمين قادمات بيكون أفضل ما تخشى شيء حاول أنك تثق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة ولكن بدون مغامرات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبظل في فرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض مش بشكل كبير على الجميع على قلة قليلة من موليد برج الحوت ولكن بدكوا تنتبهوا أنه ما في داعي للمغامرات أو المجازفات المالية مهما كانت المغريات ولا تهملوا صحتكم الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وممكن تلاقي أعمالك نوع من أنواع الصدى الطيب لدى المتلقي بس أهم شيء أنه تكون واقعي بدون ما تكبر الأمور وبعدين تكون بانتكاسة أو خسارة ولا تتكاسل بل سارة للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء